نحن نتحدث اليوم عن مجرى ومصار المفاوضات الجرية حالياً ما بين ليفربول ومحمد صلاح حول تجديد التعاقد هل تتوقع أن تكلل بالنجاح في النهاية أم تنتهي رحلة محمد صلاح الرائعة مع النادي الإنجليزي الكبير؟ أعتقد أن محمد صلاح إنسان ذكي جداً أعتقد أنه استغل موقف ليفربول على طاولة المفاوضات وظل يفاوض لأقصى حد أعتقد أن موقف محمد صلاح أقوى كثيراً مما كان من قبل وخصوصاً الرسائل التي رأيناها من أرنسلوت على إنستغرام وما رأيناه محمد صلاح على إنستغرام فيجب أن نقول أن ليفربول يجب أن يعرض على محمد صلاح أفضل الخيارات في العقد القادم ليجدد عقده مع ليفربول هل في رأيك أن محمد صلاح ورسالته على موقع إكس كان الأصد منها الضغط على إدارة ليفربول؟ هل كان الأصد منها أن يضع إدارة ليفربول في مواجهة مع جمهير النادي؟ أعتقد أن هذا صحيح ماء بالماء أعتقد أن محمد صلاح في موقف قوي للغاية في هذه المفاوضات يحرز أهداف ويصنع أهداف ووضع أمام ليفربول ووضع على طاولة المفاوضات أمام ليفربول موقف صعب جداً ليفكروا فيه أعتقد نظراً لعمر محمد صلاح فما نراه الآن أمراً لا يصدق أعتقد أن العرض المقدم من ليفربول لمحمد صلاح يجب أن يكون صائباً يجب أن يبقى محمد صلاح في ليفربول أو أنه سيحاول ويجرب مغامرة أخرى ربما في الدول السعودي أو ربما أقول في أمريكا أن يكون أبرز نجمة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية